السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم عزيزي طالبي وطالبات الصف الاول الثانوي في حلقة جديدين برنامجكم سر التفوق في مادة اللغة الايطالية مع سينيور اسلام مجدي ان شاء الله ترمي جديد يكون ترمي سعيد ان شاء الله ومليه بالاستفادة ومعلومات ان شاء الله اضافية ومهمة جدا اه تساعدنا ان شاء الله في حل الامتحانات ودراسة اللغة الايطالية اللي احنا ايه بنستمتع مش بندرسها بس ان شاء الله اه على مدار السنوية العامة طيب الترمي الاول احنا درسنا مع بعض او ختمنا الوحدة التالتة بقاعدة اسمها البرزينت اللي هو زمن المدارع ان شاء الله الوحدة الرابعة اللي هي الوحدة الاولى يعتبر في الترمي التاني اه هنستكمل زمن المدارع بس هنشتغل اكتر على افعال المجموعة التالتة اللي هي كانت بتنتهيه بإيرا طيب تعالى اول نفتكر مع بعضنا ايه هي نهايات الافعال في اللغة الايطالية ونفتكر التصريفات وناخد الجزء الاضافي اللي مفروض ان شاء الله نشتغل عليه الترمي ده اللي هو في الوحدة الرابعة طيب لو بصنا مع بعض هنا عنوان الوحدة الرابعة بيكلم عن او عنوانه بيقول دي دو في سي يعني دي دو في سي فاكرين السؤال ده دي دو في سي يعني انتمنين كان بسانة جنسية ساعتها كنا بنقول مثلا سونو ايطاليانو دي روما او سونو ايجيتسيانو دي الكايرو نشوف مع بعض كده نفتكر مع بعض زمن البرزنت طيب عارفين ان الافعال في اللغة الايطالية ايفيربي بتنقسم لتلاب مجموعات مجموعة اولى بعرفها ازاي بتنتهي بالنهاية ااري مجموعة تانية من الافعال بتنتهي بالنهاية ايري الترسجربو المجموعة الثالثة بتنتهي بالنهاية ايري على سبيل المسال مجموعة اولى مثلا بربو بارلاري يعني بارلاري يتكلم ده فعال مجموعة اولى عرفت ازاي ان هو فعال مجموعة اولى علشان زي ما احنا شايفين كده بينتهي بالتلات حروف او النهاية ايه ااري طيب لو بصنا جنبه فعال اسمه سكريفيرا يعني سكريفيرا يكتب طيب ده فعال مجموعة كام مجموعة تانية عرفته ازاي علشان بينتهي بالنهاية ايري طيب لو بصنا الفائل اللي جانبه دور ميرا يعني دور ميرا ينام طيب ده مجموعة كام 궁금해 أسألتكم مجموعة ثالثة طيب إيه السبب؟ علشان بينتهي بالنهاية قيرة زي ما احنا شايفين كده في اللغة الإيطالية مجموعة الأفعال لا إما بتنتهي بار ويطلق عليها مجموعة أولى لا إما بتنتهي بالثلاث حروف قيرة وبيطلق عليها أفعال المجموعة التانية لا إما تنتهي بار ويطلك عليها افعال مجموعة الثالثة طيب تعال نشوف او نفتكر مع بعضنا تصريف الافعال دي في المدارة عاوز اقول انا اتكلم انت تتكلم وهكذا لازم يكون فيه تصريف معين او نهايات معينة بنحطها طيب نبص مع بعض كده على سبيل المثال فعل فعل فيربو بارلاري بارلاري يعني اتكلم عاوز اقول انا اتكلم انتكلم كنا بنيجي نعمل ايه كنا بنيجي بنشط بالنهاية عاري زي ما اعنا شايفين ابدأ احطي نهايات معينة حسب كل دمير على سبيل المثال ايو بارلو ايو بارلو زي ما احنا شايفين كده مع ايو حطيت ال او شلت اري وحطيت مكان هاي او تو بارل تو بارل مع الضمير تو انت شلت اري وحطيت ايه شباب ايه طبعا اللو يعني هو طبعا انا عملت ايه برضو شلت اري وحطيت ان هي ايه اه ودي نهايات زمن المدارة لازم اكون حافظا نوي بارليامو نوي بارليامو مع نوي حطيت ايه يامو في بارلاتي لورو بارلانو زي ما انت شايفين كده لازم اكون حافظ مع كل دمير لما اشتب النهايات المجموعة بارلارة اشتب مسلا ار وحط دمير لكل النهايات بتاعته اللي هي النهايات زمن البرزنت طيب نشوف فى المجموعة تانية على سبيل المسال يعني سكريفر يكتب طيب عاوazz برضو اصرف عاوز اقول انا اكتب انت تكتب اجي اشتب ايه برضو اري باشتب النهايات وابدا احط برضو نهايات معينة مع ايه اقول ايو سكريفو بحط او تو سكريف بحط برضو اي زي ما اننا ملاحظين ان مع الضمير ايو تو ويبقى برضو مع الضمير نوي فى كل المجموعات النهايات ثبتة طيب اللي يقول ايها تختلف هنا تبقى سكريفة حطيط النهايات ايه احطي ايامه سبتة في كل التصريفات اختلف في سنة بقيت ايتي هما ايه يكتبون يبقى دوري جدا نكون حافز النهايات زي ما انتم ملاحظين ان مع الضمير ايو انا وتو ونوي النهاية في كل المجموعات سبتة طيب تعال ناخد فعلي مثلا مجموعة ثالثة اللي هو زي فيربو دورميرا بعمل ايه باجي برضو بعمل نفس الحركة يا شباب بشيلي النهاية اللي هي اي ري بابدى احطي نهايات معينة ما ايو دورمو تو دورمي لوي لي دورمي شايفين نهايات سبتة ايه نوي دورميامو فوي دورميت لورو دورمونو طيب بكده احنا افتكرنا مع بعضنا ده كان لختاب جزء ده ختمنا به الواحدة الايه الواحدة التالتة الترمي الاول وبنفتكروا مع بعض دلوقتي اللي هو تصريف الافعال في المدارة طيب الجديدي اللي احنا يدرسو ترمي ده ان شاء الله هنشتقل بس على مجموة افائل اللي هي افائل المجموعة التالتة طيب ايه المعلومة الجديدة اللي هيستفاده السنة دي اللي هي افعال مجموعة الثالثة بيقول لنا ان في الافعال مجموعة الثالثة في مجموعة افعال بتاخد تاخد ترقى تحروف اسموها شباب طب ايه الفرم بينهم تعالوا كده دورميري هو فعلة عادي نفتكر مع بعض الى كردباشتوا بإيري بحط النهايات على طول اهو شايفين بحط النهايات اللي بالاحمر هي على طول طيب بيقول لنا بقى في الترمي ده ان في بعض افعال المجموعة الثالثة اللي هي بتنتهي بإيري بتاخد حاجة اسمها اسك تلات حروف كده اسموهم اسك بالتصريف يعني بمعنى قبل مصرف فعل مجموعة ثالثة لازم اسأل نفسي سؤال هل الفعل ده من ضمن الافعال اللي بتاخد اسك في اللغة الايطالية ولا اسك دول اللي هما الافعال اللي هما التلات حروف اسك لنشوفهم دلوقتي بعد شوية في بعض الافعال كده بيكونوا محفوظين هما دول اللي بياخدوا اسك اي فعل غيرهم بيتصرف عادي كفعل في المجموعة الثالثة طيب انا دلوقتي وعملكم مكرنة احنا اخدنا افتكرنا مع بعض فيربو دور ميري فيربو عادي خالص شطبنا النهاية ايري وحطينا النهايات بتاعت زمن المدورة طيب تعالشو دلوقتي ناخد فعل مثلا بياخد اسك من افعال مجموعة الثالثة ونشوف ايه التغيرات اللي ممكن تحصل عليه لو بصنا كده مع بعض هنا على سبيل المثال بقى يعني فينيرة يعني ينهي طيب اللي بيحصل ده من الافعال اللي بتاخد اسك قلنا بس الحركة دي فقط مع بعض افعال مجموعة الثالثة هيا ما فيش افعال مجموعة اولى ولا افعال مجموعة الثالثة بتاخد اسك فقط افعال المجموعة الثالثة بعضهم بيكونوا محفوظين وموجودين في كتاب المدرسة وانا هنا مجمعه لكم هما دول اللي بياخدوا اسك طيب بنعمل ايه بقى بجيشتو بالنهاية ايرة وابل ما احط النهايات على طول بحط تلات حروف دول اللي احنا شايفينهم اسك وبعدين احط في الاخر نهايات المجموعة الثالثة عادي على سبيل المثال ايو فينيسكو شايفين قبل ما احط لهو حطيت ايه تلات حروف اللهم اسك تو فينيشي برضو قبل ما احط ايه حطيت المكتاع اسك لوي ولاي فينيشي هو او هي ينهي او ينتاي شايفين حطيت برضو اسك نجي بقى لو لاحظنا مع الضمير نوي فينيامو فينيتي بنحط النهايات مجموعة الثالثة على طول يبقى لما نيجي نحط اسك نوي وفو يا شباب ما بياخدوش اسك باقي الضمير كلها بتاخد يا شباب اسك لورو فينيسكونو تمام مع لورو حطيت برضو اسك وبعدين حطيت النهاية يبقى زي ما احنا شايفين هل الحركة دي او اسك ده بحطينا بمزاجي مع كل افعال مجموعة الثالثة قلنا لا في بعض الافعال كده بيكونوا محفوظين في اللغة الايطالية هم اللي بياخدو هم بياخدو اسك في التصريف طيب اعيد تاني ايو فينيسكو تو فينيشي لوي ولي فينيشي نوي فينيامو فينيتي لورو فينيسكونو زي ما انت شايفين كلها بتاخدو كل الضمير بتاخد اسك معادة نوي وفوي ما بياخدوش مقطع اسك فبنحط النهيات ايه على طول طيب تعال نشوف كده زي ما انت شايفين هوا مقطع اسك لازم ايه جتخطي مثلا عسابين المثال فيربو فينيرا ايه هي الافعال جابلكم ازامبي مجموعة افعال بتاخد اسك من افعال مجموعة الثالثة على سبيل المثال عادي زامبيا فيربو في بريفيريري يعني بريفيريري اللي هو يفضل فيربو كابيري اللي هو ايه يفهم طبعا قبل مصرفه لازم برضو اشتب ايري وحط المقطع اسك وبعدين احط نهيات المجموعة الثالثة اللي احنا حافظنا سبيديري يعني سبيديري يرسل عندنا بوليري اللي هو ينظف كوسترويري يشيد او يبني كياريري يوضح يبقى ست الافعال دول يا شباب بياخدوا ايه بياخدوا المقطع اسك في تصريف المجموعة الثالثة يبقى زين ما احنا تعليمنا النهاردة ان افعال المجموعة الثالثة قبل ما اصرف اي فعل لازم atticon سؤال هل الفعله ده منضمن الافعال اللي بتاخد اسك اللي هما التلتي حروف دول noiteي في التصريف ولا لا لو بياخدوش اسك بتأشتب ايه واحط نهايات المدارة على طول زين ما احنا شوفنا مع بعضctor ان الايه احط اسك بتاعت ال ايه phrase بتاءت زمن المدارة زين ما احنا شوفنا ان الضامير اللي هو نحن وانتم ما بياخدوش اسك بنحط النهيات يا شباب على طول وزي ما انا شفنا حوال 6 افعال ازين بقى موجودين في كتاب المدرسة ومقررين علينا هم دول اللي بياخدوا اسك في اللغة الايطالية في الترمي الاول الترمي التاني نحن مفروض مطالبين بي طيب تعال نشوف مجموعة التمارين كده بعد ما نشوف تصريف الافعال تمام تعال نشوف مجموعة التمارين طيب قبل ما نحل تعرف تكر مع بعضنا التركبات دي شان تركبات مهمة جدا شهية木 تساعدني على الحل لو قال لي مثلا ايو كارلو انا وكارلو كاننها ضمير ايه؟ نوال هو نحن التركبات دي مهمة جدا عشان دي هي دي بتساعدني على الحل في كل امتحنابة طيب لما اتقول لك رقم اثنين تو اي كارلو انت مثلا وكارلو كاننها ايه؟ كاننها انتم اللي هي مين فوي طيب رقم ثلاثة ماريو اي كارلو مثلا باولو اي مارييا يبقى لو لديت اي شخصين اي اسمين يا شباب كأنها ايه كأنها هم اللي هي من الضمير لورو فلازم اعرف ان الاسماء والتركيبات دي كأنها ضمير ايه طيب رقم اربعة لو تلك لستودينتي او لاميتشي او ايجينيتوري لهم الطلاب طيب دول مفرد ولا جامع يبقى شباب لو لديت اي اسم جامع كأنها ايه كأنها ضمير لورو طيب ماريو او كارلو اي اسم مفرد مذكر مثلا احمد محمد اي ان كان الاسم ماريو كارلو باولو كأنه ضمير ايه كأنه ضمير لويل اللي هو هو عشان في الامتحان مش شرط اللي هو يجيب لك الضمير مباشرة طيب لا بيجيب لك ممكن يجيب لك اسماء يجيب لك التركيبات دي فلازم اكون فاهم التركيبات دي عبارة عن ضماير ايه رقم 6 لو قلبك مثلا ماريا سارا ندا كارلو باولا اي اسم مفرد مؤنس كأنه ضمير ايه كأنه ضمير لي하는 هي طيب لو قلنا هنا مثلا ماريو فيرجولا ناخد بالنا من التركيبه دي عشان مهمه ماريو بعدها فصلة طبعا الفصلة ديه شباب معناه ان الشخص ده واقف قدامي يبقى ماريو فصلة ينفأ اقول عليه هو و millions وم convergence. طبعا كأنه الضمير يبقى ناخد بالنا في الامتحان اذا كان الجملة فيها برجولا فصلة ولا لا عشان لو فيها برجولا فصلة طبعا بيق bize يغير المعنى ويغير الحل خالص فيخليها الضمير تو اللي هي انت فناخد بنا عشان في بعض الطلاب ما بياخدوش بالهم من حية الفيرجولا عشان لو قلت مثلا ماريو بس يبقى كأنه لوي هو فاختار تصريف فعل مختلف اما لو قالك مثلا ماريو فيرجولا ماريو فاصلة ده بمعنى بيخلي ان ماريو واقف قدامي فمعنى لازم اكلمه بضمير المنادة والمخاطب اللي هو ايه تو اللي هو انت فناخد بنا من الفيرجولا عشان بتغير الحل خالص طيب تعال نشوف مع بعضنا رقم 8 كده لو قلنا هنا راجاتسي وفيرجولا راجاتسي وفاصلة هنا قبل الفاصلة اسم مفرد ولا جمع هنا جمع يا راجاتسي يا اولاد ده معنى اللي في ناس كتير وقفين قدامي يبقى كأنها انت ولا انتم طبعا كأنها انتم اللي هي فوي يبقى ان لو قلنا قبل الفاصلة كده كلمة جمع يا شباب يبقى كأنها ايه كأنها فوي اللي هي ايه انتم طيب لو قلنا مثلا ماريو كارلو وفيرجولا ماريو كارلو بعدها فصلة ده معنى لهم اللي اتنين واقفين قدامي خلاص احنا فهمنا ان الفصلة دي معنى ان الشخص وقف قدامي ماريو كارلو اقفين قدامي يبقى عليها هم ولا انتم طبعا اقول عليها انتم اللي هي مين برضه فوي لشي هموا اقفين قدامي بكلمهم اخر حاجة ودي مهمة جدا لو لقيت قبل الفصلة مثلا لقب لقيت سينيورة لقيت سينيورة بروف يبقى كأنها الضمير ليه اللي هو مين حضرتك يبقى كده لازم انا بحترمه يبقى ضمير الاحترام في اللغة الايطالية لو فيه حد كبير قدامي براف او سينياري ما ينفعش اقول له تو انت لازم احترمه اقول حضرتك طب ايه هو ضمير الاحترام في اللغة الايطالية اللي انا فاكرين من النص الاول اللي هو الضمير ليه وهنا ليه مش جاية بمعنى هي ولكن جاية بمعنى ايه حضرتك تمام كده طيب بعد ما فهمنا التركيبات وشوفنا تصريف الافعال تعالى نطبق مع بعض دلوقتي انا مجموية امثلة نشوف احنا فهمنا الجزء ده ونشوف جزء تاني ان شاء الله تعالى نشوف مع بعض هنا بيقول لنا هنا ازرشيتس طبعا ازرشيتس يعني تماريم هنا هنا اختر الاجابة الصحيحة اول سؤال عندنا بيقول لنا يا ترى يا تاخد يا ترى لو فاكرين مع بعض ان تاخد ان هي ايه طبعا الاجابة رقم ثلاثة اللي هي ايه انت تخلصوا مذكرا دلوقتي ارى يعني الان طيب شوف السؤال التاني بيقول لنا لما لكازا اوني جورنو لما لها الام لكازا البيت اوني جورنو لوا كل يوم بوليش طبعا لوا ينظف طيب يطل اختار بوليش ولا بوليش ولا بوليسكو تعالوا نشوف هنا الاول نحاول كده ماما نحولها لضمير عشان نعرف اختار ان هي صح ماما ل autre طبعا كlog رقم ثلاثة كان انها ضمير ايه اللي اللي هي هي طيب فاكري اللي كانت بتاخد ان هي ايه بوليش ولا بوليشي ولا بوليسكو طبعا شوفت مع بعض من شوية اني لي او لما طبعا ان اتاخد ضمير او ان هي علشان ماما هينة كانها لي اللي هي هي لابد ثاني نبص مع بعض رقم ثلاثة لو مثلا إيو إيرانيا الجيلاتو الجيلاتو اللي هو الآيس كريم ليطلب بريفيريسكو ولا بريفيريت ولا بريفيريامو تعال نحول أول التركيبة للضمير إيو إيرانيا أنا ورانيا طيب كأنها ضمير إيه؟ كأنها ضمير طبعا إيه؟ نوي لسه شايفين من شوية إيو كارلو إيو باولو إيو أي اسم كأنها ضمير نوي اللي هو نحن طيب نحن هنا هتاخد اني ضمير لو فاكرين طبعا نوي شوفنا في الجزء المنشوية بتاخد ايامو يبقي ايو ايرانيا بريفريامو الجيلاتوم بنفضل الايس كريم تمام نيجي هنا لستودينتي الطلاب لتاليانو كابيامو كابيتي كابيسك لنه الفعل بمعنى يفهم طيب تعال نحول اول لستودينتي نحولها الضمير طبعا دي كلمة جمع ولسا يلي من شوية ان اي اسم جمع كأنه ضمير ايه كأنه الضمير اللورو اللي هو هم تمام قال لك لستودينتي لاميتشين الجينيتوري اللي هم الوالدين اي اسم جمع كأنه الضمير اللورو اللي هو هم ولو لقيت برضو اي اسمين ماريو كارلو باولو ماريا سارا اي اسمين مثلا برضو كأنه الضمير لورو فدوري جدا زي من شايفين قبل ما اختاري الاجابة لازم احول الاسم الضمير هيسهل علي الاختيار الصحيح تمام تعال نشوف مع بعض كده لستودينتي طبعا هنا كلمة جمع طيب كلمة جمع كأنها ايه كأنها الضمير لورو فهنا اختار كابيامو ولا كابيتو ولا كابيسكونو فاكريين مع لورو كنتو بختارين هي ايه طبعا كابيسكونو اللي هي اخر حاجة كده مع بعض طيب ورقم تشينكوي خمسة هنا فرانشيسكو وفيرجولا في فاصلة انا احنا تحطيها خط عشان ناخد بنا منها فرانشيسكو بين الانجليز يعتار اختار كابيسكو ولا كابيشي ولا كابيشي طب اجي هنا فرانشيسكو وفاصلة دي كأنها ايه التركيبة دي فاكرين الفاصلة دي معناها ان فرانشيسكو واقف قدامي بكلمه يبقى كأنه الضمير ايه كأنه الضمير تو انت صح يبقى هو واقف قدامي كأنه تو انت طيب فاكرين مع تو بختارين ان هي ايه يعتار اسكو ولا ايشي ولا ايشي طبعا كابيشي اللي هو الاختيار رقم اثنين فرانشيسكو كابيشي بين الانجليزي يعني يا فرانشيسكو انت بتفهم كويس الانجليزي طبعا ده سؤال عشان هو يفق قدامي هارفتها من الفيرجولة اللي هي مين الفاصلة نمرا سي بلنا باولو لكازا يعتارة باولو كوسترويش كوسترويسكو كوسترويامو طبعا الفعلي ده بمعنى يبني طيب او يشيد يبقى باولو ده طبعا مش عاوزة حل في الشبه للأسف في بعض الطلاب يقول لك باولو اخر اوه يبقى اجري اختار اللي اخرها اوه لأ انا هنا بحب بختار افعال مش صفات باولو هنا كأنه ضمير ايه يا شباب باولو كأنه هو لوي ضمير لوي طيب مع لوي كنتم بختار ان هي ايه ياتارة كوسترويش ولا كوسترويسكو ولا كوسترويامو طبعا رقم واحد اليمين كوسترويش طبعا فدروي جدا حول الاسم لضمير مرة ستة قال لنا ماريا اتو ماريا وينتا او ماريا لنسا واخدين تركيبة دي من شوية طبعا ماريا وطو كأنها ايه كأنها فوي طيب ينفع اختار الاختيار اصلا رقم ثلاثة اللي هو كابشيتة طبعا ما فيش حاجة خالص ما في اللغة الاطالية كابشيتة علشان اح لسا شايفين من شوية ان مع فوي ما بياخدش اسك يعني الضمير نوي وفوي بياخدش اسك يبقى ماريا وطو كأنها فوي فالاختيار الصحيح هو رقم واحد كابيتة طبعا اكد تري من فاش اختار الاختيار الاختيار الرقم ثلاثة علشان قلنا مع الضمير نوي وفوي ما بياخدش اسك ما افعالي المجموعة الثالثة طمام كده باكد تاني رقم ثمانية طبعا لسا شايفين تركيبة دي من شوية ان رقم ثمانية لو اسم جامع قبل الفاس طبعا كأنها فوي انتم اما لو ما كانش في الفاسلة طبعا كأنها الضمير من لورو فاكد تاني ضروري جدا ناخد بالي من الفيرجولة اللي هي من الفاسلة يبقى هنا لو بصنا مع بعض لدينا راجاتسي وفيرجولة فاسلة يبقى كده جامع قبل الفاسلة كأنها فوي انتم طيب فوي بتاخد ان هي ايه فنيتي ولا فنيامو ولا فنيسكنو طبعا نوي بتاخد اللي جابة رقم واحد اللي هي ايتي ان هي فنيتي رقم تسعة قالك لفاميليا منجاري لبيتزا الاسرة بتأكل مثلا البيتزا بتفضل هي تأكل البيتزا يطلب بريفيريش ولا بريفيريسكنو ولا بريفيريسكو طيب فاميليا هنا وبرضو يا شباب في ناس برضو بينقدعوا بالكلمة دي فاميليا ويعتقدوا ان الكلمة دي جامع لا كلمة فاميليا هنا مفرد مؤنس فكأنها الضمير ايه ليه هي مش اعتبرها لورو يعني ناخد بانا ان الكلمة دي من الكلمات اللي خدها كلمة لفاميليا وكلمة الجروبو في بعض الناس يقولك ان لفاميليا كلمة جامع فاعتبرها لورو اللي هي هم ويختاروا تصريف الافعال مع لورو لا لان كلمة فاميليا اللي هي اسرة عبارة عن اسرة واحدة انا ما قلتش لفاميليا لو قلت لفاميليا وجامعتها دي كأنها اسر فتبقى لورو اما هنا كلمة فاميليا هي كلمة مفرد عبارة عن اسرة واحدة وكذلك برضو كلمة الجروبو الجروبو مجموعة في ناس بيعتقد ان كلمة مجموعة جمع يعني لورو ضمير لورو لا كلمة الجروبو هيبارة عن مجموعة واحدة فاعتبرها مفرد فكأنها لوي يبقى ناخد بالنا من الكلمات دي عشان من الاسب برضو الطالب الشاطر بينخدع بيها وبيعملها معاملة الجمع لا انا عاملها معاملة المفرد يبقى لو بصنا هنا كلمة لفاميليا مش عاملها معاملة لورو عاملها معاملة الضمير ليه هي ففي الحالة دي تاخد تصريف رقم واحد اللي هو بريفيريشي منجاري لبيتزا تمام؟ يبقى الأسرة بتفضل تاكل البيتزا هنا سينيور باولو بين العربو يبقى كابيشي ولا كابيشي ولا كابيتي طبعا نخبان هنا في سينيور باولو ليس إلي من شوية لو في سينيور بروفسوري مثلا يبقى دا صيغة احترام فعاوز أقول له حضرتك ينفع اعتبرها الضمير تو أنت؟ لا لسا إلي من شوية أن الضمير اللي احترام في اللغة الإيطالية هو الضمير اللي فهنا التركيبة دا تعتبرها الضمير اللي فإن نهاية أو التصريف المناسب في الزمن المدارة مع الضمير اللي اللي هو رقم اتنين اللي هو كابيشي زي ما انا شايفين يبقى سينيور باولو كابيشي بين العربو تمام؟ قلنا دينو جوليو الكمبيتو البروفيسوري ياترا سبيديسكو 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 سبيديشي طيب نيجي هنا دينو جوليو طبعا دول اسمين ولسا إلي من شوية أي اسمين أي شخصين شاب كأنه كأنه ضمير لورو هم يبقى دينو جوليو كأنه لورو ففي الحالة دي اختار لاختيار رقم اثنين اللي هو دينو جوليو سبيديسكو الكمبيتو البروفيسوري بيبعثوا اليم الواجب الى المدرس كلمة كومبيتو بتجيب معنى ايه واجب تمام؟ دو ديتشي رقم اثناشر طبعا زي انا شايفين جايب تمارين كتير علشان المعلومات تثبت معنا مش مجرب بس اللي انا اخد الدرس نظري لا لازم التطبيق عليه مهم جدا ايو اليمي اميكي لاستوريا ايو اليمي اميكي انا وصدقاتي لاستوريا اللي هو الايه التاريخ بتجيب معنى تاريخ او كصة ينطلب بريفيريسكو بريفيريشي بريفيريامو طبعا لازم نجي نحول التركيبة دي زي ما اتفقنا لضميره قالنا هنا ايو اليمي اميكي زي ما انا شايفين انا واصدقائي طبعا كاينا ضمير ايه نوي نحنه طيب نوي يطلب تاخد اسكو ولا ايشو ولا ايامو طبعا نوي بتاخد ايه يامو يبقى الاختيار رقم 3 والاختيار المناسب ايو اليمي اميكي بريفيريامو لاستوريا بنفضل التاريخ تمام تريليتشي رقم 13 اميتي وفيرجولا طبعا ناخد برنا من الفصلة بأكد عليها اكي اورا في اي ساعة الكمبيتوم طيب قالين هنا اميتي وفيرجولا يا اصدقائي وفصلة طبعا الفصلة دي معنى لما فينه قدامي فاكلمهم بلورو هم ولا فوي انتم طبعا اكلمهم بفوي انتم يبقى اميتي وفيرجولا كأنها ففي الحالة دي الاختيار المناسب هو رقم واحد اللي هو اميتي اكي اورا في نيتي الكمبيتوم اختار طبعا للنهاية ايتي مع فوي علشان اميتي وفصلة كأنها ايه كأنها فوي تمام كده اني جاء هنا كواتورديتشي 14 اه ناخد بنامى التركيبة دي جميلة جدا عشان اجابها عن طريق سؤال واجابة قالين هنا ماريو بريفريشي الجيلاتو الكافي يعني يا ماريو زي ما انتم شايفين في فصله بريفريشي انت بتفضل الجيلاتو الكافي شايفين هنا السؤال الفعل المتصرف مع طوم بريفريشي يبقى اللي ايه يابها تبقي بايه ايه اللي هي انا زي اللغة العربية بالظبط لما اجي يقول لك مثلا انت بتفضل bank dasir ولا الجيلاتو. المسلا الايس كريم او الكافي ولا الاهوة? هتجي تقول لي انا بفضل الاهوة او الايس كريم اين كانت الاجابة. فهنا بعكس تصريف الفعل. يبقى مسلا لو السؤال بالضمير تو انت. يبقى الاجابة هتبقى بالضمير ايه? ايه اللي هي انا. وهكزا مسلا لو قلت لك انتم. لو السؤال بانتم اكيد الاجابة هتبقى بايه? بنوي اللي هي نحن. فضروري جدا اعكس نهاية الفعل. فلو بصين هنا. قال لنا هنا جابة عن طريق سؤال واجابة مش جملة واحدة قال لك هنا ماريو وفيرجولا فاصلة بريفريشي زي ما انا شايفين كده بريفريشي منصرفه مع تو انت الجيلاتو الكافين طب تفضل الايس كريم والقهوة طبعا هنا في الايجابة مفيش ضمير بس انا فهمت ان الضمير هنا يبقى انا علشان السؤال منصرف مع تو ففي الحالة دي اختار اللي جابة رقم اتنين بريفريسكو الجيلاتو يبقى لو السؤال فعل منصرف مع تو انت يبقى اللي جابة تنزل تحت مع ايو اللي هي بريفريسكو الجيلاتو طبعام طيب كده يبقى خلصنا الجزء الاول من حلقتنا النهاردة او الجزء الاول من الواحدة بتاعتنا الواحدة الرابعة اللي هي اول درس في الترمي التاني خدنا مع بعضنا اللي هو الافعال مجموعة التالت زي ما احنا شوفنا بتنقسم المجموعة تلات مجموعات واشتغلنا مع بعضنا على المجموعة التالتة من الافعال وقالنا ان في بعض الافعال بتاخد اسكو بنحفظها اما باقي الافعال بتتصرب بطريقة عادية طيب الجزء التالي بيكلم برضو عن حاجة درسنا الترمي الاول اللي هو درس الصفات طبعا الترمي الاول درسنا الصفات اللي هي اللي هي منتظمة او العادية هناخد ان شاء الله الترمي ده الافعال الشازة شان عندنا في اللغة الايطالية في نوعين من الافعال افعال بتنتيب النهاية او ونفتكرها مع بعضنا ازاي بتتغير حسب نوع الاسم وفي صفات تانية صفات تانية بتنتيب ايه وبتتغير برضو حسب نوع الاسم تعال نشوف مع بعضنا درس الاجت تيفي اللي هو الصفات تمام بيقوليني هنا الاجت تيفي الصفات في اللغة الايطالية بتنقاسم من نوعين لايما الصفات اخيرها او لايما الصفات اخيرها ايه على سبيل المثال الصفات اللي اخيرها او زي ما درسنا صفات زي برافو يعني شاطر بيلو جميل قلطو طويل باسو قصير بيكولو اللي هو مثلا صغير مثلا طيب نيجي هنا صفات تنتيب ايه زي جنتيلي انجليزي جراندي امبرتانتي انتريسانتي وهكذا يبقى عندنا في اللغة الايطالية نوعين من الافعال نوعين من الصفات اصف صفات بتنتيب او وصفات تنتيب ايه طيب بتتغير ازاي حسب نوع الاسم تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي اولا الصفات اللي بتنتيب او زي برافو بيلو ويكذا ازاي بتتغير نيجي هنا لو لتلك مساء الراجاتسو برافو الولد بيكون شاطر ليه حطيت هنا او علشان رجاتسو هنا نوح ايه زي ما انا شايفين مفرد مذكر مسكيلي سينجولاري يبقى مع الصفات اللي بتنتيب او لو الاسم طلع مفرد مذكر يبقى حط اخر الصفة يا شباب او طيب نبص كده ركوب اتنين البنت مسلا اه هنا مفرد ايه مفرد مؤنس تمام ففي الحالة ديت انا حطيت هنا في الاخر ايه علشان رجاتسو مفرد ايه مؤنس طيب لو لنا اي رجاتسي اه هنا اي رجاتس يا شاب نوح ايه جمع مذكر فهنا تتغير الناية فتبقى السونو بيكون برافي ليه حطيت هنا برافي في الاخر حرف ال ايه اللي بالاحمر دي علشان اي رجاتسي نوح ايه جمع مذكر زي ما احنا شايفين نهاية الصفة بيتغير حسب نوع الاسم او نوع الموصوف طيب هنا لنا ليه رجاتسي البنات سونو برافي ليه حطيت الناية ايه عشان ليه رجاتسي نوح ايه شباب جمع مؤنس فادوري جدا قبل ما اختار الصفة في الامتحان لازم احدد نوع الاسم ليه رجاتسي جمع مؤنس فاجري اختار الصفة اللي اخير هي ايه ايه اللي هي برافي تمام طيب نيجي هنا باولو اصارة اه فاكرين المعلومة ديات لو قال لي هنا ولد وبنت سونو بيكونوا ايه يا طرع اعتبرهم جمع مذكر ولا جمع مؤنس في الحالة دي اعتبرهم جمع مذكر فحطي ان هي ايه يبقى لو جان هنا ولد وبنت او بنت وولد اي ان كانت تغطيب فحطي ان هي اللي اخيرها ايه اعتبرهم جمع مذكر فاقول باولو ايصارة سونو برافي تمام يبقى كده ازاي ما احنا شفنا تلخيص الصفات اللي بتنتيب بالنهاية او تتغير ازاي اجا ولك باولو ايصارة سونو برافي ايه مع مفرد المذكر بحطي ان هي او مفرد مؤنس بختار الصفة اللي اخيرها ا جمع مذكر بختار الصفة اللي اخيرها ايه لو جمع مؤنس بختار الصفة اللي اخيرها ايه اما لو جالي ولد وبنت فاعتبرهم جمع مذكر في الحالة دي فاختار الصفة اللي اخيرها ايه يا شباب اي اللي هي برافي تمام ده كان النوع الاول من الصفات وده اللي كنا ندرسناه الترمي الاول في الواحدة الاولى طيب النوع التاني من الصفات وده الجيد علينا وده اللي احنا ان شاء الله مطلوبين بدراسته الترمي ده لأفعال بتنتيه بحرف الا وهي افعال اخر افعال شزة طيب اللي بيحصل له بتتغير ازاي حسب نوع الاسم تعال نشوف مع بعضنا بالامثلة وبعدها هناخد مجموع التمارين نطبق اللي احنا ندرسناه مع بعض دلوقتي. تعال تشوف مع بعض كده. الصفات اللي هي بتنتيه بحرف الاي. اللي بصير مع بعض كده على سبيل المثال صفة زي جنتيلة اللي هي مهزب. قال ان هنا ايه اللي ايه جنتيلة? اه يبقى فضلت زي ما هي الصفة جنتيلة ما تغير لو في مفرد اسم مفرد مذكر وعاوز اوصفه باي صفة بتنتيه بايه من الصفات الشازة اللي احنا بنحفظها يبقى متتغيرش ايه رجالسه ايه جنتيلة? طيب لو قلت مسلا رجالس البنت ايه جنتيلة برضو متتغيرش يبقى الصفات الشازة اللي بتنتيه بايه سواء الاسم مفرد مذكرة او مفرد مؤنس بتبقى اخيرة نفس النهية اللي هي ايه ما بتتغيرش يا شباب يبقى مفرق مذكر مفرق مؤنس الصفات الشازة بتفضل زي ما هي طب تعال نشوف الجماعة كده رقم نمرة ري رقم تلاتة لو قلنا الاولاد دول جماعة يا شباب مذكر فحطت ان هي ايه ايه ففي الحالة دي الصفة الاخيرة ايه تحولت لايه ايه يبقى رجاسي سونو جين تي لي طب تعال نشوف الجماعة المؤنس كده اللي بيحصل برضو رجاسي سونو جين تي لي اه برضو سبتت زي ما هي ايه على سبيل المثال اللي في جماعة المؤنس هتبقى ايه برضو اي جين تي لي طب تعال نشوف المثال اللي هم تعودين عليه لو قلنا بقى ولد وبنت برضو اعطي بينهم جماعة مذكر باولو اي داراسونو جين تي لي يبقى باختصار كده او تلخيص الدرس اللي احنا شوفناه دلوقتي حالا ان الصفات الشازة اللي بتنتيب ايه مثلا زي جين تي لي مع المفرد المذكر ومفرد المؤنس بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش تمام طيب اللي بيحصل في الجامعة سواء جامعة مذكر او جامعة مؤنس الاي دي بتحول ل ايه تمام ويبقى تفضل برضو بنفس النهاية سواء في الجامعة مذكر او جامعة مؤنس تمام طيب بعد ما شوفنا الصفات انتيب او صفات انتيب ايه تعال نشوف دلوقتي مجموعة امثلة وبعدين نطبق عليها اه حالا عشان ما ننساش الجزء اللي احنا درسنا مع بعض دلوقتي او ده ترخيص الدرس اللي احنا شوفناه زي صفة زي جنتيلة اللي هي مهزب اللي حصل في المفرد المذكر المفرد المؤنس زي ما انت شايفين ان هي 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 بتنتيب ايه وفي الجامعة سواء مذكرة او مؤنس او لو ولد وبنت بتنتيب ايه بيتحول لحرف ال ايه في الجامعة طيب ايه انا اجيب لكم هنا مجموعة امثلة اللي اجي تي في ان او اللي بتنتيب او على سبيل المثال التو عكسها كلمة ايه بصو اللي هي طويل قصير صفات مهمة جدا بتساعدني برضو اللي انا اقدر اكتب موضوع في الامتحان وبتساعدني في حل موضوع اللي ايه القطعة التو يعني شباب طويل بصو اللي هو ايه قصير تمام بلو طبعا بلو يعني ايه جميل بروتو اللي هو ايه قبيح طبعا دي كلها صفات عادية بتنتيب او سيمباتيكو اللي هو لطيف انتيباتيكو اللي هو غير لطيف او ريخم زي بنقول كده بالعمية انتيباتيكو او انتيباتيكو تمام طبعا ناخد كده امثلة ايه امثلة لبعض الصفات الشهزة بتنتيب ايه ايه طبعا دي مهمة جدا عشان دي مطالبين بها الترمي دا عندنا زي ما اتنا شايفين كده مجموعة افعال مثلا بتنتيب اصفات بتنتيب ايه زي كلمة انجليزة انتليجينتة زكي انتريسانتة شيك امبورتانتة اللي هي مهم في كلمة اسمها فاتشلة ديفيتشلة اللي هي سهل وصعب جوفاني اللي هو شب جراندي كبير جنتيلي مهزب سكورتيزة غير مهزب تريستة حزين تشينيزة لوصيني طبعا دي كلها صفات بتنتيب حرف الايه بتثبت في مذاكر المؤنس زي ما هي وفي الجمع بتحول لحرف الايه طيب تعالوا بقى الالوان اي كولوري طبعا الالوان مهمة جدا اللي بقى عشان فيه الوان منها بتنتيب او عادية وفي منها الوان شازة في انتيب ايه تعالوا بالقو زي بيانكو ابيب نيرو اسود جالو اصفر روسو احمر جريجو اللي هو اللون الرماضي الجري ازورو اللي هو الازرع تمام دي كلها صفات عادية تمام نجيبها الالوان الشازة عندنا فيردي اغدر تشيليستي اللي هو اللون السماوي الازرع السماوي مروني اللي هو البوني ارانشوني اللي هو اللون البرتوكالي تمام طيب تعالوا الوقت نطبع مع بعض ناخد مجموية ازرشيسي تمارين على درس الادجتيفي درس الصفات عشان درس مهم جدا تمام بيقولين هنا شالي لا رسفوستا جوستان اختر الايجابة الصحيحة قالني لراجالتس البنت ايه بتكون يا طرى بيوندا ولا بيوندو ولا بيوندي طبعا هنا راجالتس البنت مفرد ايه هنا مفرد مؤنس ففي الحالة دي اختار الصفة الاخرية يا شباب ا يبقى لراجالتس ايه بيوندا عشان دي صفة عادية خالص تمام طيب هنا لستودينتي الطلاب سونو بيكونو طبعا هنا درودوا اعرف نوع الاسم تمام لستودينتي دي جماعة مذكر ولسا يليم من شوية اللي بص اسم طلع جماعة مذكر اختاريني صفة يا طرى سونو سيمباتيكو ولا سيمباتيكة ولا سيمباتيشي طبعا اللي جابة راجالتس اللي هي سيمباتيشي شامع جماعة المذكر بيختار الصفة الاخرية ايه نورة ايه لستودينتي السي سونو هنا الطالبات بيكونو يا طرى باسي 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 باسا فعن باسي يعنيه قصير الاستودينتي الس اللي هي جامع ايه جامع المؤنس يبقى اختار الصفة الاخرية ايه يبقى الطالبات سونو الاستودينتي الس السونو باسي الطالبات بيكونو ايه قصيرات قصيرين تمام باولو نجي هنا بقى باولو ايه باولو بيكون طبعا باولو هنا مفرد مذكر ايه طرى اختار جنتيلي ولا سيمباتيك طبعا الاختيار اديه استبعيدو عشان ده بتاع مفرد المعنس طبعا ايه اختار باقي ايه طرى جنتيلة ولا سيمباتيك طبعا لازم يكون حافظ الصفات العادية والصفات الشزاة هنا باولو باولو مفرد مذكرة طبعا مينفعش اختار سيمباتيك رقم 2 عشان سيمباتيك دي صفة جمع مؤنس من الصفات العادية طب ايه الصفة اللي beastحولشي طبعا في المفرد المذكرة مفرد مؤنس عشان دي صفة شزة قلنا سواء مفرد مذكرة مفرد مؤنس بتفضل زي ما هي بنفس النهاية اللي هي جنتيلي فادرولي جدا نكون حافظ صفاتي الشزة لازم احفظها رقم نمرو تشينكوي قال لكي بروفيسوري المدرسين سونو يطار جنتيلي جنتيلي جوفاني طيب يا بروفيسوري هنا جماعة يا شباب جماعة مذكر فاخترقني صفة اللي هي اخيرة ايه طبعا رقم واحد اللي هي سونو جنتيلي تمام اينا لماليتة زي ما انا شايفين في الصورة لماليتة اللي هم اكتشورتات هنا جماعة مؤنس طبعا سونو بيكونو يا طرى جلي ولا ازوري ولا ارانشوني طبعا كلهم بينتوا بنفس لي طيب لماليتة جماعة مؤنس الصفة منهم الشزة زي ما قلنا فيه صفات شزة سواء مذكر يوم مؤنس يا طرى مين فاكرين من شوية شفناها طبعا اللي هو رقم الثلاثة اللي هو ارانشوني طب ليه ما اخترتش الاول والتاني عشان الاول والتاني صفة عادية جلو واتزورو اخرها او من الصفات اللي هي العادية علشان واحد واثنين دي اعتبر جامع مذكر اما لماليتة جامع مؤنس فاخترها مع ارانشوني اللي هي الصفة الشزة اللي تنفى مع الجامع المؤنس والجامع المذكر اخرها ايه مرو ستة قالنا هنا باولو آلي اوكي باولو عنده عيون طبعا هنا عاوز يوصف العيون يطرى فرده ولا نير ولا مروني نيجي هنا لأوكي نوحة يا شباب لأوكي طبعا جامع ايه جامع مذكر ففي الحالة دي اختراني صفة او انها صح اللي هي رقم ثلاثة باولو آلي اوكي مروني مروني لو لون البني قالنا لكاميتشا الاميس ايه بيكون يطرى بيانكو بيانكي فيردي طبعا كاميتشا هنا مفرد ايه مفرد مؤنس الصفة اللي هنا اللي قدرت اللهها اللي هي تساعدني اللي هي تقول مفرد مؤنس الوحيدة طبعا هي صفة شازة او لون شاز لازم يكون حافظه طبعا رقم ثلاثة اللي هو اللون الايه الفردي اللي هو الاخدر الاميس بيكون ايه اخدر بيكون اللي هو التمرين طبعا نوحا الكلمة دية مفرد مذكر الاختيار الصحي اللي هنقدر اختاره طبعا الرقم اتنين اللي هو ديفيتشلا اللي هو صعب تمام ليه اختار ديفيتشلا عشان دي صفة تنفع مفرد مذكر او مفرد مؤنس صفة شازة ما بتتغيرش تمام قالين هنا بتكون برضو ارجع حاجة دي النوع في درس الصفة برضو ارجع حاجة دي النوع ايه نحة مفردة يا شباب برضو ايه نحة مفرد مؤنس طيب الصفة اللي هنا تنفع مفرد مؤنس الصفة الوحيدة هتبقى اول واحدة اللي هي طيب حد يقولي طب ليه مختارتش رقم ثلاثة ما هي بيلي برضو انتيب نفس الحرف علشان بيلي رقم ثلاثة دي عبارة عن جمع مؤنس تمام يبقى اللي جاب رقم واحد ايه الصحيح طيب كده يبقى خلصنا القاعدة التانية في الواحدة الاولى اللي هي في ترمي التاني بخلصنا القاعدتين مهمين جدا يلاقي فيربيكي في نيسك ون اسك الافعال بتنتيب اسك وخلصنا مع بعض الاجتتيفي الريجولاري الافعالي الشازة وربطتها انا مع النص الاول او الصفات اللي هي الريجولاري اللي احنا خدناها الترمي الاول طيب كده يبقى احنا خلصنا القاعدتين دول انا دلوقتي مجيز لكم مجموية مواقف سوارة جدا ليسي تواصيوني سوارة المواقف اللي اهم تعودين عليه اللي هو حصل عليه تعديل زي ما احنا شفنا الترمي الاول اللي هو بيجي اكمل تمام؟ كان بيجي اختيارات ولكن زي ما احنا شفنا انه هو في امتحان الشامل او البوكلت اللي احنا امتحانناه امتحاني التجريبة كان بيجي ايه اكمل. انا اجد ما احضر لكم مجموية مواقف دلوقتي اه عن طريق اختيارات بس عشان نفتكر مع بعض المواقف تحت الواحد تتكلم عن ايه. نبص مع بعض كده. بيمكن يقول لي مثلا يعني عندما يعني اوصف زي لما اجي اوصف المظهر بتاعي. يا ترى ايه الجملة من دول لافة منا باوصف المظهر. يا ترى انا مصري. انا مثلا طويل ورفية. انا طويل ورفية. طبعا اسبطت اللي هو المظهر الخارجي. فكده اقول اني واحدة. طبعا خاص عليه تعديل انت لو جالك السؤال ده طبعا انت اللي هتكتب الجملة دي. عشان سؤال المواقف زي ما احنا عارفين. اصبح سؤال اكمل مش اختار. بس احنا هنا يهمنا الاستفادة والتدريب على المواقف ده لازم اكون اعرف. نمر الدول رقم اتنين. يقول لك ديكو اقول اولي اوكي فيردي. لما اجي اقول لك مثلا اولي اوكي فيردي. انا عندي عيون خضرة. كواندو. كده لا بعمل ايه? يا ترى انا كده بقدم نفسي مثلا انه ولا باوصف شخص ولا بعمل ايه? يا ترى فيدوك والكوزة. كده انا باسلا بشوف شيء اميه. ولا مي ديسكريبو باوصف نفسي ولا مي بريزنتو بقدم نفسي. طبعا ما اجي اقول لك ايه اوكي فيردي عند عيون خضرة. افهم من الجملة ديه اللي انا كده بعمل ايه? مي ديسكريبو. يعني مي ديسكريبو باوصف نفسي. زي ما نشوفين سؤال المواقف هو سؤال فهمي اكتر منه اللي هو بيعتمد على الحفظ يعني. رقم ثلاثة. اقول لك كواندو ديسكريبو الكراتري. لما اجي اوصف الكراتري. يعني الكراتري اللي هي الشخصية. دي اونا بيرسونا. لشخص ما? يا طرى مين الجملة من التلاتة دول اللي افهم منها اللي هو هنا بيوصف الشخصية. طعا نشوف مع بعضها ونحاول نفهم التلات جمل. يا طرى اقول عند عيون زرقة. يا طرى كده انا بوصف شخصيته. ولا اقول يعني دايما مصرور كده ولطيف. ولا يبص ويجرس ويجرس ويصير مسلا. لا. طبعا الجملة رقم اتنين هي اللي تنفع. لما اجي اوصف الكراتري اوصف الكراتري الشخصية. يقصب بها باوصف الصفات المعنوية. يبقى فيه فرق بين وصف الاسبتو وصف الكراتري. وصف الاسبتو اللي هو وصف المظهر. عبارة عن وصف المظهر الجسمينة. اقول مسلا سونو قلتو انا طويل. سونو باسو انا قصير. اولي اوكي مسلا عندي عيون مروني. اولي اوكي فيردي عند عيون خضرة. يجي مسلا وصف اللي هي الشعر. اوي كابيلي اتزوري اوي كابيلي مسلا نيري. كده في الحالة ما اجي اوصف مسلا الشعر او اوصف الجسم. يبقى كده انا بعمل ايه? بوصف اللي هو المظهر الخارجي. اما الكراتري الشخصية هي الصفات المعنوية الغير ملموسة. اجي اولك مسلا حزين سعيد. اجي اولك مسلا شاطر لطيف. فكل دي بوصف كل دي الصفات بتعبرني عن وصف لين? الكراتري اللي هي الشخصية. تمام? وان شاء الله في حلقات قادمة نبقى نحضر موضوع كده عن وصف الشخصية واعلمكم ازاي تقدر توصفه اي شخص من حيث الاسبتو من حيث الايه الكراتري اللي هي الشخصية. تمام? نمرو كواترو تعن بص الموقف التاني. بقولينا هناك لما اجي اوصف الايه? اللي هو العنوان. عنوان شخص. اسي السؤال بتاع كييدو. ايه السف كيدو يعني يسأل عن رغ Ini ou TA قولك اعين تذهب? ولا اعين تدرس ولا اعين تسكن. ايه السؤال المناسب للسؤال بتاع العنوان? طبعا الهو اين تسكن? السؤال ده بتاع ايه? كيدو بسأل عن العنوان. تمام كده? طيب؟ كده شفنا اللي هو كان الجزء معنا اللي هو جزء المواقف. تمام؟ هنا ما حد لكم دلوقتي او قطعة كده صغيرة نقدر نقراها مع بعضنا ونجاوب الاسئلة علشان بتساعد من القطعة دي اللي انا احفظ او اراجع كلمات الوحدة بتاعتنا هنشوف مع بعضنا اول قطعة وهي عليها مجموعة اختيارات نحاول نجاوبها مع بعض تعالوا نفتكر كلمات الوحدة عن طريق حل القطعة يا شباب لابصر مع بعضنا كده بيقول لنا زي ما احنا شفنا في امتحان التجريبي ان اول سؤال في الامتحان وتاني سؤال بيجيب قطعة عليها اختيارات ضرورة جدا افهم القطعة والقطعة افهمها عن طريق حفظ افعال المنهج وعن طريق حفظ كلمات المنهج او الوحدات مهمة جدا بيقول لنا هنا في المدرسة كيارا ان كونترا باولو كيارا قبلت مين بتقابل مين باولو بيقول لنا هنا كيارا ايقونة ستودينتسة ايطاليانا دي باري كيارا عبارة عني ستودينتسة ثانية شابستونتسة عبارة عن طالبة ايطاليانا ايطالية دي باري من مدينة باري باري ونشطا ايطاليانا مدينة ايطالية لي لي يعني هي طبعا عيدة على اي ليه دامير ده عيدة على كيارا بنا لي ابيتا افيرنسي هي ساكنة في مدينة فرنسي او فيرنتينا منزو شهرين لي بقى السبب لاني والدها او باباو شغالي يعني اركتتو مهندس طيب دروي جدا نوع بس هنا عند السطر ده بيقولينا ايطاليانا دي باري هي طالبة من باري يعني اصلها او اتولدت فين من باري في المدينة باري ولكن هي ابيتا ساكنة فين يا شباب افيرنسي فنفهم جدا السطرين دول عشان بلعب عليها في الامتحانات او ممكن يسألنا على سئلة مهمة جدا عليها يبا هي ساكنة فين في مدينة فرنسي ولكن هي اصلها او اتولدت من مدينة باري طيب قالت ايه موجودة في فرنسي لاني باباو شغالي اركتتو اللي هو ايه مهندس ايه لافورا لافورا يعني بيعمل انو استوديو فيتشينو بيعمل في مكتبه قريب طبعا كلمة فيتشينو اللي هي قريب عكسا كلمة اللي هو فاكرين لونتانو درسناها مع بعض الترن الاول بل ان اللورو ابتنو هم بيسكونو فوري اتتا يعني فوري اتتا خارج المدينة يبرندون الترن او بياخدو الكطار بركي سو بادري بريفرشي الترن او اللي او تو اه لي بياخدو بها الكطار بركي لانا سو بادري اني باباها بريفرشي الترن بيفضل ايه بيفضل الكطار اللوتو او تخسر كلمة اوتوموبيل او كلمة مكينة بيفضل الكتار عن العربية او السيارة اخطر الاجابة الصحيحة بيقول لنا هنا اول سؤال ايو من اين تكون كيارا انا خبانا من السؤال ده يطار دي روما من مدينة روما ولا فرنسي طبعا هنا بيسأل عن اصلها بيخلي بالك مش بيسأل يا سكنة فين من اين تكون كيارا طبعا هتبقى دي باري طيب ام تختار فرنسي لو قال لنا اين تسكن كيارا لو قال لنا اين تسكن سأيتها تبقى سكنة في فرنسي ولكن هنا وسأل عن الاصل لسأل شرحها من شوية هي كيارا من نيم طبعا اصلها من مدينة يا شباب مدينة باري الايطالية طبعا الروما الاختراكة من واحد روما الى كابيتالي دي ايطاليا هي مدينة عاصمة عاصمة ايطاليا تمام؟ يعني دا كوانتو تيمبو يعني دا كوانتو تيمبو من وقت ادي ايه ليه ايه افرنسي او يعني بقى لها ديفرنسي عايش بقى لها ديفرنسي يا ترى من شهرين ولا دا دوي جورني من يومين ولا دا دوي ستي ماني من اسبوين طبعا اللي جاب رقم واحد اللي هي دا دوي ميزي من شهرين وعرفنا السابع اني بركيسو بها باباها ايه لفورا انكوستا تشتا باباها شغال في في هزي المدينة نمرو تري بولينا هنا كون كوالي ميتسو يعني كون كوالي ميتسو بأي وسيلة في مواصلات سؤال مهم جدا يا شاب لازم يكون عارف كون كوالي ميتسو ليه ايه بأي وسيلة في مواصلات البادري ضاء اللفورو الاب بيذهب للعمل يطرى اناوتو بالعربية ولا ان ترينو بالقطار ولا ابيدي على قدمي طبعا زي ما احنا شفنا اللي جايبها رقم اتنين اللي هي الترينو عشان زي ما شفنا ان ايه البادري بريفريش الترينو بيفضل الكطار اللوطو عن السيارة تمام نمرو كواترو قالينا ببركي بركي يعني لماذا كيارا ايه السبب بركيه طبعا زي ما انا شايفين بتيجي بمعنى لماذا لو في السؤال ولو في نص الكلام او قطعة بتيجي بمعنى لان بركيك يارا يا فرنسي ليك يارا موجودة في مدينة فرنسي يا طرى بير ريفيديري بروفيسوري علشان تشوف المدرسين ولا بير اللافورو للبادري علشان وظيفة الاب ولا بير لاسكولا ولا عشان المدرسة السبب اللي هناك طبعا زي ما احنا شفنا من شوية ان بير اللافورو للبادري علشان وظيفة ليه شباب الاب تمام ascension نهية الحلقة طيب تلخيص الي احنا قلن النهارده او شرحناه في الوحدة ديت ادرنا مع بعضين الي احنا نخلص القعدتين بطايق الوحدة التيم الوحد القعدتين ان شاء الله يحنا اندرسناهم الترمي التاني او الوحدة الاولى بتكلموا عنها اللي هي اللي هي شفنا الصفات 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 العادية شفنا برب الافعال في اللغة الاضيطالية بتنقسم تلاب مجموعات مجموعة اولى اري مجموعة تانية اري مجموعة تالتة اري واشتغلنا على افعال مجموعة التالتة اللي هي اري وقلنا ان في بعض الافعال بتاخد اسك زي بريفريري زي فنيري كابيري كوسترويري ايبا قبل ما اصرب افعال مجموعة التالتة زي ما احنا قلنا دريج جدا اعرف ان الفعل ده بياخد المقطع اسك ولا لا كده كنا ايه خلصنا الجوز بتاع الجرامر وشوفنا النهاردة دي ده نغطي مع بعض مجموعة ستواتسيوني سؤال المواقف الخاص بالوحدة دي وقدرنا اللي احنا نفتكر كلمات بتاعة الوحدة دي عن طريق حل القطع فضروري جدا اللي احنا نحفظ كلمات شايل الاسف في بعض الطلاب يعني اقولوا الجرامر سهل المواقف سهلة طب القطع ضروري جدا لازم احفظ كلمات علشان بتساعدني اللي انا يبقى عندي ثروة لغوية تساعدني في حل الامتحانات او بغض النزع الامتحانات انا ممكن اكون بدرس اللغة الايطالية اللغالية تقدر تساعدني ان شاء الله سواء الكلية اللي انت بتتمنها او خارج مجال الدراسة تمام كده يا شباب بكده يبقى احنا وصلنا النهاية حلقتنا اشوفكم ان شاء الله حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته